يجي يقولك بقى لاش فار دلوقتي ليه ملاش فار ليه ملاش فار في اي مباراة في دول اتنين و تأتيين بقى في دول الارباوس احنا عندنا الفار بقى ده نازل بقى تكاليف ولا ولا الناس مبيتش تقبل هقولك حاجة واسرح بخيالك معايا كان النهاردة بروكسي كسب الزمالك يعني اتنين واحد والمباراة فاضل في اتنشر دقيقة وكانك خلصت المباراة وازاي الزمالك يخصم من فريد درجة تانية وازاي 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 فالناس بطبيعة الحال هتنسى انه مثلا بروكسي كان له ضربتي بلاش خليهم ضربة واحدة عشان التانية كانت في الوقت الاضافي هينسوا ضربة الجزاء لبروكسي وهيتكلموا طبعا عن ضربة الجزاء للشكبالة في كل الاحوال ده لي حق وده لي حق بس كانت الحكاية هتلاوها سخنة اوش هو اللي هدى الامور وعداها انه زمالك كسب النهاردة بس خسر الزمالك يا خبر وليه الفار مش موجود وازاي وحرام وما ينفعش واش معنى وليه هانا هنخش في قصص العدل يا جماعة لكل 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 الفار خلاص ما بقاش في العالم دلوقتي حاجة شكلية ما بقاش حاجة شكلية زي ما انت حلاق شفت النهاردة الحكم ما بقاش عارف يدير مباراة من غير فار ما بقاش عارف يعني هو قبل الفار كان ممكن يكون بيحكي محسن من كده بس هو عشان بقى معتمد دايما على وسيلة مساعدة اللي هي الفار فممكن هبقى بعيد شوية لما يبقى فيه مثلا كرة في منطقة الجزاء لو بعيدت شوية وتأخرت شوية كده كده لو حسبت غلط الفار هيرجعني فاحسبها صح طيب لو فيها شك ما بقاش احسبها لحد يزا فيه تمين حزبة فخلاص الفار ما بقاش حاجة شكلية بقى اوام بينامو اضطلن له حتى لو فيه تكلفة حتى لو فيه كصص حتى لو فيه حكايات رغوانيان ترجمة نانسي قنقر